هذه طريقة عينزارة فرناش الآن قواتكم تعمل بشكل جيد في هذه المنطقة بالكامل لتحقيق نقاط اقتراب من الاحياء الرئيسية في العاصمة طرمس ما قمنا به في الأيام الماضية هو عمليات التقدم وانسحاب يتم من خلال جهب المجموعات الهابية إلى وخراج من المواقع المتحصنة إلى مواطق مفتوحة ويتم التعامل معهم بعد ذلك من خلال قوات الجوية أو قوات برية الزناتق يستعملونها في الطيران بشكل واسع تقلع من مدينة مسراتة ويستخدموا في نوع من القنابل التي تستخدم ضد انتشار القوات على الأرض يستخدموا فيها داخل الاحياء السكنية ورأيتم في الإذاعات النساء تصرخ ورأيتم الضحايا في جراء من جراء هذا القصف لدينا الآن لجان داخل المحاور تصد في كل الاختلاقات ضد حقوق الإنسان والمهددة لأمن المواطني العدو بعد خسائر الأمس خسائر كبيرة جدا سواء في الأفراد سواء في المعدات والأليات القوات مسلحة تتحصل على صواريخ سام سبعة حديثة وفي أطار الأمن العام ليس الأمن الليبي فقط بل أمن كل الدول أن هذه الصواريخ تعتبر مهدد خطيري خطير جدا لأمن المطارات وأمن الخطوط المدنية الآن وصلت إلى عيد الزنادق الإرهابيين لا نعلم حقيقة إلى أين ستصل هذه الصواريخ مبعد ليبيا وقد تسبب أي كارثة في أي طيران مدني أو أي مطار مدني في العالم وهي من الأسلحة الخطيرة جدا كذلك اليوم الأمس كانت كميات كبيرة من الذخائر تم استرجاعها من الإرهابيين وتم تسليمها إلى الوحدات في محاور القتال خاصة في محور يرموك صلاح الدين وقد اشتباكات في هذه المحاور الجميع على زاية مستمرة منواشات في بعض المحاور اشتباكات في بعض المحاور ومعارك حقيقية قوية جدا في محاور أخرى هناك محاولات الآن من بعض ميليشيات مصراتة التوجه إلى ترهونة عن طريق مسلاتة وفتح محور خلفي خلف القوات إذن سيتم الدخول من هذه النقاط سنتعرف على جغرافية هذه المنطقة بالتحديد هذه الخمس وهذه مسلاتة الآن في طرق برية من مصراتة إلى مسلاتة وهناك الطريق الرئيسي الرابط مع الطريق الساحلي من القمس إلى مسلاتة الآن رصدنا تحشيد للمجموعات الارهابية في هذه المنطقة وفي منطقة مسلاتة من منطقة مسلاتة أو المشروع الزراعي في مسلاتة وما يعرف بالمزرعة يحتبر موكر رئيسي لتنظيم القاعدة الآن يحاول تنصيق هجوم على مدينة ترهونة من خلف ولكن القوات جاهزة وكل وحداتنا جاهزة لتعامل مع أي طريق في الأيام الماضية صدر بيان عن مصطفى صنع الله حول زيارة تحت القطع البحرية لغرفة عمليات سرط الكوبرا والحرس المجموعة النقاطية في منطقة راسلانوف في الأيام الماضية صدر بيان من السيد آمر جهاز حرس المجموعة النقاطية هذا البيان سيوزع على وسائل الإعلام باللغتين العربية والإنجليزية وهو يؤكد من خلاله أن حرس المنشآت النفطية وحسب التعليمات من السيد القائد العام يمنع من دخول المواقع النفطية أو مقارات الشركات النفطية كذلك يمنع من عباد تنتواصل العسكريين مع الشركات النفطية ومع قطاع النفط إلا عن طريق القيادة العامة وأنهم يؤمنون الحقول ويؤمنون المواند النفطية والمسودعات وامتداد النبيب النفط والغز كذلك الحفارات وفرق الاستكشاف والمسح السيزمي حماية السيارات الصحراوية وحماية الأجانب العاملين في شركات تم يوصرون الحماية لفرق الصيانة لسيانة الأنبيب أثناء حدوث أي تسرب أو خلل في خطوط النقل البترول تمت الإشارة إلى كافة القوانين وكافة القلارات وكافة التعليمات المنظمة لعمل حرس المشاة النفطية وكذلك يؤكد أن 90% من المشاة النفطية هي تحت سيدة فقوات المسلحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر